بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجهزة نظام الثلاث والخمس سنوات أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهوى على قناة مصر للتعليم الفني الصناعي إن شاء الله النهاردة معادنا مع مادة من مواد التخصص وهي مادة الرسم الفني والنهاردة بنستكمل فيها اللي بدأناه في حلقتنا اللي فاتت كنا أخدنا طريقة رسم الكم الأساسي أو بنسميه الكم التركيب اللي احنا اتفقنا المرة اللي فاتت وعرفنا إن أنا عندي نوعيات مختلفة من الأكمان منها أو اللي يخصني في مجال تخصصي أو في الصف الثالث بتاعي المقرر بتاعي عندي الكم الأساسي اللي هو الكم التركيب والكم الكيمونو والكم الرجلين وكنا بدأنا بالكم التركيب الأساسي وعرفنا إنه هو اللي بيبقى في حردة ابت موجودة عندي هنا وبيتخيط الكم مع الجسم عن طريق خياطة اللي هو الدوران اللي موجود عندي هنا ده بيكون حردة الابن فمعنا الكم الأساسي هو الكم التركيب بيتركب كم الواحده مع الجسم الأساسي أو الكورساج كنا رسمناه مع بعض وشفنا الخطوات بتاعته وكملنا كمان بعد كده وشفنا إزاي أقدر أستخدمه في عمل نوعيات مختلفة من الأكمان بإضافة الكشكشة في أماكن مختلفة من الكم وجربنا مع بعض ورسمنا الكشكشة في الكم من أعلى فقط الكشكشة في الكم من أسفل فقط أو لما أعمل الكشكشة من أعلى ومن أسفل الاتنين مع بعض إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض باقي نوعيات الأكمام وهنبدأ مع بعض بالكم الكمونو أو الكم الجابونيز وعرفنا إن الكم الكمونو لما عرفنا كده تعريف مبسط ليه إن الكم الكمونو جاي من مسماء أو من الإسم بتاعه من الرداء الكمونو اللي هو الخاص بدولة اليابان وعرفنا ساعتها إن هو بيبقى قطعة كاملة متصلة مع الجسم يعني زي القطعة اللي أنا لابساها النهاردة أهو ما عنديش هنا حردة إبت من الكم متصل على طول بالجسم ما فيش هنا خياطة خالص تمام؟ ده الكم الكمونو اللي هنبدأ به أو بنسميه الكم الجابونيز في نوعية تانية قلنا عليها وهي الكم الرجلان وده بيكون كم معاه جزئية من الكورساج أو معاه قصة من الكورساج وفيه هنا خط خياطة هو ده اللي بيربط لي الكم بالأصصة اللي موجودة في الكورساج مع باقي الكورساج نفسه فهنشوف مع بعض كده في بداية حلقتنا نشوف على الرسم بتاعنا كده نفتكر البطرون اللي احنا رسمناه كان شكله إيه مع الداتا اللي احنا اشتغلنا بيها في حلقتنا اللي فاتت بصوا كده معي ده الكم الأساسي الكم التركيب اللي احنا عملناه وبنقول إن هو أساس نوعيات الأكمام اللي احنا هنشتغلها في المقرر بتاعنا كان بناء على حردة القبط الخاصة بالكورساج اللي احنا شفناها وعلى أساسها إسناها وابتدينا نعمل التأسيمات بتاعتنا وظهر معايا بالشكل ده وقسمناه للجزء الأمام وقسمناه للجزء التاني اللي هو الخلف والخط الفاصل اللي موجود عندي هو الخط الفاصل بين الأمام والخلف وعرفنا ساعتها إن خط الكوع هو اللي بيمثل خط الوسط في الكورساج الأساسي يبقى ده كان الكم الأساسي التركيب اللي احنا رسمناه بعد كده أخدنا منه جزئية أو شفناه وابتدينا نعمل جزئيات أخرى من أو نوعيات أخرى من الأكمام وقلنا اللي هي الكشكشة والي يكون الكشكشة من أعلى أخدنا هذه وبتدينا نوسع نعمل عمليات تشقيقات مختلفة ووسعنا أخدنا مسافات اللي هو هيديني الشكل اللي موجود عندي بيبقى الكم فيه كشكشة من أعلى بالمنظر ده في المنتج نفسه لما نيجي ننفذه على القماش كمان أخدنا نوعية تانية من الأكمام لما ضيف جزئية الكشكشة دي هتكون عندي الكشكشة من أسفل زي ما هي قدام حضراتكم كده لو تفتكروا معانا نفس الكم شفيته برضو بالأمام والخلف بتاعه بس المرة دي عملنا التشقيقات من أسفل يعني سبتنا الجزئية اللي فوق أما شايفين حضراتكم الجزئية دي اللي احنا بنظللها دي هي دي المسافات اللي احنا شققنا فيها لحد قبل النهاية هنا شققنا وضفناها تمام كده وهكذا في الباقي كل ده كان الكشكشة من أسفل اللي هي هتديني المنظر ده في المنتج لما أجي أنفذه طيب اداني شفنا مع بعض برضو ورسمنا مع بعض نوعية تانية من الأكمام وهي الكشكشة من أعلى ومن أسفل لما بيجي لي المنتج اللي ما بشوفه في المجلة أو في التصميم اللي أنا عملته أو اللي شفته عند حد عمله في عندي كمية قماش زيادة من فوق كشكشة من أعلى وكشكشة كمان من أسفل ففي الحالة دي أنا هنا بفصل أجزاء البطرون الخاصة بالكم أهو وابتدي أزود مسافة من تحت ومن فوق على حد سواء الاتنين مع بعض غير بقى اللي كان في المجموعة اللي فاتت كان يا من تحت بس أو من فوق بس نأ هنا بنضيف من أعلى ومن أسفل زي ما هي موجودة قدامكم احنا قسمناها بيم واحد وميم اتنين تلاتة أربعة خمسة والخلف كذلك وبدأنا نضيف المسافات بين كل جزئية والتانية بس قلنا بشرط كان فيه حاجة أساسية سبتة معايا إن أنا بشد خط أساسي وهمي هنا اللي هو الخط اللي بيتم عليه ارتكاز حردة الكم نفسها أو انحناء رأس الكم نفسها بحيث إن يكون الكم كله في وزا واحد أو على خط واحد ما لقاش جزئية طلعة وجزئية نزلة فده بيحفظ لي على شكل الكم والضبط اتجاه النسيج بتاعه إن شاء الله النهاردة زي ما قلنا هنبدأ مع بعض الكم الكيمونو أو بنسميه الكم الجابونيز وهو اللي احنا قلنا بيطلع معايا البطرون بالمنظر ده طيب نيجي نشوف رسمة ليه بيبقى شكله إزاي نشوف كده مع بعض لما أجي أشوف الكم الكيمونو أو الكم الجابونيز بيكون المنتج معايا عامل إزاي نبصوا كده على الصور اللي معانا أو المدلات اللي موجودة معانا ده الكمونو الأساسي اللي جاي منه الاسم اللي هو الرداء الياباني شايفين حضراتكم معايا هنا ما عنديش خط خياطة ده نتيجة ربطة الحزام حوالين الوسط في الصور اللي معانا على اليمين نتيجة ربطة الحزام حوالين منطقة الوسط أو أسفل الصدر لحد الوسط هنا عاملني يعني سنة تنيات للأماش لكن ما فيش خط خياطة نفس الحكاية في الصورة اللي موجودة معانا على الشمال شايفين الكم نفسه متصل بالكرساج على طول ما فيش هنا خط خياطة تمام طيب نشوف كده لما أجي أشوف موديلات حديثة أتديني البلوزات بالمنظر ده احنا طبعا بننفذ منتجات حريمة فأنا ممكن أستغل معرفتي بالطريقة عمل البطرون بتاعه وابتدي أعمل موديلات خاصة بي أو ابتدي أفتح مشروع بتاعي لو نظام التلات سنوات احنا عارفين ان السنة دي خلاص ان شاء الله الدبلوم فممكن أخرب أعمل مشروع خاص بي أنا أو لما أجي أنفذ قطعة خاصة بي أنا هيبقى بالمنظر ده فيه موديلات كتيرة يعني مش بياخد حاجات أساسية بس لأنا ممكن أستغلها وبالنسبة للخمس سنوات برضو ممكن أنفذ قطعة ليا أو بالنسبة للأولاد لو ينفذ قطعة لأخده أو أيا كان لو ابتدى مع زميل ويفتح مشروع صغير كده فبيبقى فيه عنده موديلات مختلفة محتاج ينفذها فأستغل البطرونات اللي احنا بنعرفها فعندي الكرساج أهو أو البلوزة شايفين حضراتكم كمية القماش الكم هنا متصل مباشرة ما عنديش خط خياطة هنا ما عنديش حردة ابت ده فيه خمات مثلا نشوفونات أو الخمات المنسوجة تعالوا نشوفوه في الخمات اللكرة أو التريكو اللي هي المطاطة على الناحية الشمال أو الصورة اللي على الشمال شايفين حضراتكم الكم متصل بالكرساج على طول زي ما فيش حردة ابت ما فيش خط خياطة تمام كده؟ نبدأ بقى مع بعض كده نشوف الرسم الكم نفسه احنا كنا في حلقاتنا اللي فاتت بدأنا بحاجة بسيطة كده وقلنا ان احنا هنعد النموذج الأساسي الخاص بكرساج الأمام اللي هو هنطلع بالمنظر ده هنشوفه من الكرساج الأساسي بتاعنا بالطريقة دي ونفس الحكاية بالنسبة للكرساج بتاع الخلف وقلنا ان احنا بنجهز الاتنين لحد منطقة الوسط فقط يعني بيسهل علي خصوصا ان انا بعمل بطرون يعني كعينة مبدئية بشوف المنتج بتاعها هيطلع عامل ازاي طبعا مع رسم البنسات الاساسية سواء بنسة الصدر للأمام او بنسة الكتف للأمام هاجي بعد كده برضو هعدي النموذج الاساسي للكم القطعة الوحدة او اللي احنا بنسميه الكم التركيب هشوفه برضو بعد ما رسمته اشوفه خليه جاهز معايا بيقول لي مع مرعاة ان احنا نقلل اتساع الكم عند منطقة الرزغ مسافة 3 سنتين ده طبعا بيكون حسب الرغبة وقلنا قبل كده ان منطقة الرزغ هي منطقة المعصم اللي هي بتكون حوالين كف اليد او بداية الزراع بتاعه هو ده اللي بنسميه المعصم او الرزغ فبيقول لي في منطقة نهاية الكم يعني او عند خط نهاية الكم بقلل الاتساع بتاعه شوية مقدار 3 سنتين تمام نشوف كده مع بعض برضو هو رسمناه والحاجات دي احنا جاهزناها في حلقاتنا اللي فاتت طلعناها معايا بالمنظر ده هنا شفينا جزئية الامام اهي ده الكورساج الخاص بالامام وعملنا تصريف للبنسة زي ما نشوف خطواتنا مع بعض قفلنا بنسة الصدر وصرفناها في خط نهاية المنتج بتاعي اللي هو احنا بالنسبة لنا هيبقى خط الوسط كمان شفينا او جهزنا الكم اهو الكم بالمنظر ده وديقنا قللنا المسافة الموجودة تحت عندي عند منطقة الرزغ زي ما هي موجودة قدام حضراتكم شايفينها معايا انا الكم بتاعي مش نازل خط مستقيم على طول لا اعني لو تاخد بالكم هتلاقوه ميل شوية فده نتيجة عملية تقليل مسافة نهاية الكم وبرضه بالنسبة لنا كنا جهزنا الكورساج الخاص بالخلف اهو كان معايا بالمنظر ده تمام وصرفنا بنسة كتف الخلف صرفناها في خط نهاية المنتج بتاعي اللي هو في خط نهاية الوسط زي ما عملنا في كورساج الامام بالضبط طب ليه احنا الاتنين صرفناهم في نفس المكان ما كنت ممكن اصرف منسة كتف الخلف في مكان تاني لا احنا بنقول عدم ضفط نسبة اتساع في منطقة معينة يبقى لازم احفظ توازن البطرون بتاعي يعني المسافة اللي ضفتها لتوسيع خط نهاية المنتج في الامام تكون نفس المسافة اللي هضفها في خط نهاية الخلف بتاع المنتج ليه كلام ده لاني لما هاجي انفذ القطعة على الاماش لو زودت في الامام فقط وفي الخلف لا هلاقي الاماشة بتاعتي من هنا مرمية معايا الورا ومش هيحافظ على اتزان او شكل الموديل بتاعي هلاقي فيه حاجة غلط قدام هنا واسع وورا ديق على قدي بالزبط او القماش مرمي من الجنبين لورا ما وفيه زيادة قدام فعشان كده زي ما صرفناها بنسة الصدر الامام في خط نص في خط نهاية المنتج بتاعي او عند خط الوسط عملنا نفس الفكرة في بنسة الخلف تمام نشوف كده مع بعض الخطوات اللي احنا عملناها اهو بيقول لي فيه الكرساج بيتم تنقيس مقدار واحد سنتي هقلل واحد سنتي من فين بيقول لي من خط كدف الامام وهضيفه لكدف الخلف دي برضو خطوة كنا اشتغلناها مع بعض في حلقاتنا اللي فاتت طيب يعني ايه الكلام ده بيقول لي هنقلل طول الكرساج نفسه الخاص بالامام من عند منطقة الكدف واحد سنتي الواحد سنتي اللي هشيله ده مش هرميه لا هحطه او هضيفه لكدف الخلف طيب نشوف الكلام ده مع بعض اهو لو تاخدوا بالكم ادي الكرساج الاساسي اهو نزلت ده الخط المنقط اللي معايا الاحمر ده ده مقدار الواحد سنتي اللي انا نزلته طبعا احنا واحد سنتي ده بالمقاس الطبيعي طبعا بنحول المقاس الرسم في البطرونات بتاعت اللي احنا شغلينها فبتبقى حوالي تلاتة ميلي طيب بعد ما قصها بيقول لي ضفها في كدف الخلف اهي شلتها من هنا مرمتهاش طلعتها فوق ده الخط الاسود ده هو الخط الاساسي الكتف الخلف شايفين طلعت الواحد سنتي اللي هو الخط المنقط معايا الاحمر ده هو ده المسافة اللي انا شلتها من كتف الامام طيب ده طبعا مش هينفع معايا بعد زي ما قلنا افلنا بنسة الصدر الخاصة بالامام وصرفتها في خط نهاية المنتج ونفس الفكرة عملتها افلت بنسة كتف الخلف وصرفتها في خط نهاية المنتج بتاعي أو في خط الوسط يديتني الشكل اللي معانا على الجزئية الشمال أو صورة اللي موجودة معايا على الشمال جي بعد كده قال لي في الكم إحنا خلاص أخذنا الجزئية الخاصة عرفنا هنعمل إيه في كورساج الأمام وكورساج الخلف قال لي في الكم كمان محتاجين نعمل خطوة كمان إيه هي بيقول لي بيتم تحريك خط منتصف الكوم اللي هو خط الفاصل بين الأمام والخلف مقدار 1 سنتي فين قال لي جهة الأمام مقدار 1 سنتي جهة الامام طب ازاي الكلام ده اهو شوفوا معايا من اسفل ده المقدار اللي احنا قللناه اللي هو كانت تلاتة سنتي تمام طيب شايفين حضراتكم الخط الاسود اللي معايا ده ده الخط الاساسي طيب شوفوا ناحية اليمين اللي هي ناحية الامام هتلاقونا تحركنا مقدار واحد سنتي اهو من فوق من خط اه المنحني بتاع راس الكمة تحركنا واحد سنتي جهة اليمين اللي هو جهة الامام وكده اعملي خط نصف اه للكم جديد هو ده اللي هنشتغل عليه ده اللي احنا طلعناه معانا لو تشوفوا اهو اتحركنا هنا معانا في الرسمة بتاعتنا اتحركنا جهة اليمين اده الخط الاسود ده خط نص الكم الاساسي اتحركنا جهة اليمين بقدار واحد سمتي ونزلنا بيه خط عمودي الاسفل وقلنا هنسميه ده خط نصف الكم الجديد خلاص كده ده اللي احنا وصلنا له في حلقاتنا اللي فاتت طيب نيجي بقى بعد كده بيقولي هنشتغل في كورساج الخاص بالخلف هنعمل ايه بيقولي اول حاجة هنحدد نقطة صفر لواحد على خط جنب الخياطة هحدد نقطة صفر ونقطة واحد على خط الجنب طيب وايه كمان قالي نقطة اربعة هخليها سميها في خط نهاية الكتف وكمان عندي نقطة خمسة في خط التقاء الرقبة مع الكتف طب نشوف الكلام ده ازاي بصوا كده في الرسمة بتاعتي اهو ادي نقطة اربعة ده خط نهاية الكتف الجديد نقطة خمسة دي اه نقطة التقاء حردة رقبة الخلف مع الكتف الجديد وعندي في خط الجنب اهو ادي الصفر فوق عند حردة القبط والواحد تحت في خط نهاية المنتج تعالوا نشوف في الرسمة بتاعتنا عملنا ايه اهو الرسمة بتاعتنا اللي احنا رسمناها في حلقاتنا اللي فاتت اهو ادي نقطة صفر ده خط الجنب الخاص بالمنتج بتاعي اهو نتيجة للبطرون ادي نقطة صفر وادي نقطة واحد ونقطة اربعة موجودة عندي على نهاية الكتف الجديد ونقطة خمسة عند نقطة التقاء حردة الرقبة الخلفية مع الكتف الجديد تمام طيب بعد كده نشوف مع بعض بيقول لي هنبدأ نتحرك من نقطة واحد لنقطة اتنين مقدار تلاتة ونص سنتي طبعا احنا بنتكلم اللي احنا بنشتغل فيه ده بالمقاس الطبيعي حضراتكو احنا بنحولها لمقياس الرسم اللي احنا عارفين ان هو بيكون على اربعة بيقول لي من واحد لاتنين هنتحرك تلاتة ونص سنتي تمام بعد كده بيقول لي نقطة اتنين هنقيم عمود من اتنين لتلاتة بيتقابل مع امتداد نقطة صفر في نقطة تلاتة ازاي الكلام ده يعني بيقول لي بالمصدر بتاعتنا هنبدأ نتحرك في الرسمة اهو الرسمة اللي احنا بنشتغلها هبتدي اتحرك من نقطة صفر جهة جهة اليمين تمام ومن نقطة واحد جهة اليمين قال لي هنتحرك تلاتة ونص سنتي بالمقاس الطبيعي اهو احولها انا لمقياس الرسم بالمنظر ده وهسمي من واحد لاتنين تمام بعد كده قال لي هنطلع منها خط عمود الاعلى بيتقابل مع خط الصفر هسميها نقطة تلاتة ازاي اهو هنعمل خط موازي لخط الجنب اهو بالمنظر ده هو بيتقابل مع امتداد خط صفر اللي هو امتداد حردة القيبة الخلفية والنقطة دي هسميها تلاتة تمام كده النقطة دي هسميها تلاتة ده اللي احنا قلناه طيب تعالوا نشوفها كده معانا على الرسمة بتاعتنا اهو بصوا كده ادي من نقطة واحد اتحركت جهة اليمين اللي هي من واحد لاتنين مقدار تلاتة ونص سنتي ده بالمقاس الطبيعي هطلع منها خط عمودي هنقيم منها خط عمودي لاعلى يتقابل مع امتداد نقطة صفر وهسميها نقطة تلاتة تمام كده طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي بيتم تثبيت قمة نموذج الخلف للكم بحيث يلامس نقطة اربعة عند كتف الخلف في الكرساج ويلامس اسفل الكم عند خط اتنين تلاتة وبسميها نقطة ستة يعني ايه الكلام ده يعني انتو لو تفتكروا الخط الفاصل الجديد اللي احنا عملناه بين الامام والخلف اللي احنا اتحركنا منه جهة الامام مقدار واحد سنتي بيقول لي هنقص على الخط ده الكم الجديد هنقص عليه تمام الحركة اللي احنا اتحركناها لخط الفاصل بين الامام والخلف او الخط نص الكم لاتحركت الجهة اليمين مقدار واحد سنتي ده هنقص عليه تمام وهاخد الجزئية الخاصة بالخلف لان احنا شغالين طبعا بكرساج الخلف هسبتها عند الكتف الجديد قمة راس الكم هسبتها مع الكتف الجديد تمام وحطه اسبته والنقطة اللي هيتقابل عندها عند الخط الجديد بتاع خط الجنب اللي هو اتنين تلاتة هسميها نقطة ستة طب تعالوا نشوف مع بعض كده الرسمة اتعملت ازاي بصوا كده معنا اهو ده ده الكم تمام الجزئية الخاصة بالخلف ده الخط النص الاساسي احنا كنا تحركنا مقدار واحد سنتي فهو ده الخط النص الجديد هو ده اللي قصيت عليه هسبت رأس الكم اللي هو خط نص الكم هنا عنده نقطة اربعة اللي هو خط الكتف الجديد وهحركه بحيث انه هو يلامس خط اتنين تلاتة وهسمي نقطة التلامس دي ستة طيب تعالوا نشتغلها كده مع بعض نشتغلها ازاي اهو اه دي الكم اللي احنا شافينه مع بعض تمام انا هقص على خط النص الجديد اهو بالمنظر ده تمام بيقول لي رأس الكم دي انا هاخد الجزئية بتاعت الخلف رأس الكم اللي موجودة هنا محتاج الامسها مع نقطة اربعة هحطها كده عنده نقطة اربعة والنقطة اللي هيلامس بيها هنا عند خط اتنين تلاتة ده هي دي اللي هسميها نقطة ستة تمام كده هجيب البريت بتاعي طبعا هنلزقه احنا يعني مش بنلزق كتير علشان خاطر لو لقدر الله ما تزبطيتش معايا اعرف احركها بسهولة خصوصا ان ورقة الامتحان بتاعتنا بتكون خفيفة الى حد ما علشان خاطر ما تبص معايا انا لمسها بس كويس اهو هي النقطة دي هي دي اللي بسميها اربعة ونقطة التلامس اللي موجودة عندي اهو احنا هنتقلو علشان يبقى النقطة الجديدة دي نقطة التلامس دي هي دي اللي هسميها ستة زي ما هي موجودة عندي في الرسمة اهيه شايفين حضراتكم النقطة دي هي دي اللي سميناها ستة تمام كده طيب الخطوة اللي بعديها بيقولي من نقطة صفر لنقطة سبعة بيقولي المسافة دي تلت المسافة من صفر الواحد من صفر الواحد دا لو تفتكروا دا كان الخط آآ الاساسي اللي هو الخط الجنب بتاع الكورساج الاساسي ميش اللي حرقناه بيقولي تلت المسافة من سفر الواحد ونقص منها نص سنتي وبعد كده بيقول لي هنوصل من سبعة لتمانية لحد نهاية الكم طيب نشوف مع بعض كده الرسمة اهو بيقول لي اي دي نقطة سبعة بيقول لي دي هتبقى تلت المسافة من سفر الواحد عند الخط الابيض خط الجنب الاساسي بتاع الكورساج مش الجديد هنزل من سفر الاسفل مقدار تلت المسافة من سفر الواحد ونقص منها نص سنتي وبعد كده بيقول لي نقطة تمانية اللي في خط نهاية الكمة دي وصلها لي بنقطة سبعة تمام طب تعالوا نشوف كده نرسمها مع بعض اهو انا هيئيس من سفر السبعة عندي كام اهو الخط الجنب الاساسي وهقسمها على تلاتة وهنقص منها نص سنتي اهو هجيلي هنا النقطة دي هي دي اللي هسميها اهو عند الخط الجديد اهو سوريا عند الخط الجنب الاساسي هسميها سبعة ونقطة قط نهاية الكمة دي دي احنا مسمينها تمانية تمام بيقول لي وصليلي بالمسطرة من سبعة لتمانية اهو من سبعة لتمانية طيب نشوف الخطوة اللي بعديها بيقول لي المسافة من سبعة لتسعة بتساوي المسافة من سبعة لعشرة طيب المسافة دي مقدرها اديه بقى انا كده هعمل مسافتين اضبع طيب المسافة دي مقدرها اديه لستة سنتي طيب ستة سنتي ده طبعا بالمقاس الطبيعي هنحولها لمقياس الرسم وبعد كده بيقول لي هنوصل من تسعة لعشرة بدوران طيب نشوف مع بعض الكلام ده في رسمتنا بنعمل ايه اهو ادي المسافة اوه كان ايلي من كم من سبعة لتسعة بتساوي من سبعة لعشرة ادي من سبعة لتسعة المسافة من سبعة هنزل لتحت تسعة تمام بيقول لي بيتساوي نفس المسافة من سبعة لعشرة اللي هو على الخط الجديد خط نهاية الكم الجديد اللي احنا عامينه او خط الجنب خط خياطة الكم عايز المسافتين دول يكونوا قد بعض قد ايه ستة سنتي تمام وبعد كده اعمل دوران ما بينهم يعني اوصل تسعة بعشرة بدوران خفيف اللي هو هيبقى خط الدوران بتاعي هنا ده المسافة دي ده كده دوران ده مش خط مستقيم تمام ده مش خط مستقيم ده دوران هو فبيقولي هنعمل المسافة دي طيب نشوفها مع بعض قد ايه نرسمها ازاي كده مع بعض في الرسمة بتاعتي هيس وهنزل من نقطة سبعة لأسفل كان ايه اللي ستة سنتي بمقياس الرسم يبقى هقسم على أربعة اهو واسمي النقطة دي نقطة تسعة تمام وقال لي من سبعة لعشرة نفس المسافة اهو برضو هسمي دي عشرة وبعد كده هوصل بين تسعة وعشرة بدوران خفيف بالطريقة دي يبقى وصلت ما بينهم بدوران خفيف بحيس ان انا محسش ان الكم بتاعي مقطوم او فيه زاوية تمام طيب نكمل كده مع بعض الخطوة اللي بعديها بيقولي المسافة من أربعة لأحداشر بتساوي واحد ونص سنتي وبعد كده هنصل من خمسة لأحداشر لأتناشر عند الرزغ اللي هو الخاص بالكم طيب نشوف مع بعض النقطة حداشر دي فين اللي انا هتحرك منها من أربعة لأحداشر واحد ونص نشوف كده نهي اهي نقطة أربعة عندي اللي احنا كنا قايلين ان هي عند نهاية الكم الجديد بيقولي من أربعة لأحداشر يعني هطلع لأعلى مقدار واحد ونص سنتي تمام هي نقطة حداشر أعلى نقطة أربعة مباشرة على بعد مسافة واحد ونص سنتي ده بالمقاس الطبيعي انا احولها لمقياس الرز تمام بعد كده بيقولي هوصل نقطة اتناشر اللي هي كانت نقطة الخط الفاصل بين الأمام والخلف الجديدة ونقطة خمسة اللي هي كانت نقطة التقاء حردة الرقبة الخلفية مع الكتف الجديد طيب تعالوا كده نرسمها مع بعض كده هنطلع من نقطة أربعة اهو لأعلى مقدار واحد ونص سنتي احنا قلنا ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم بتاعنا هيتحول معايا اهو وهسميها نقطة حداشر وهاجي اوصل احنا قلنا ان نقطة نهاية الكم بتاعي هنا اللي هي عند الخط آآ نص الكم الجديد او الخط الفاصل بين الأمام والخلف الجديد النقطة دي احنا مسمينها اتناشر قال لي بالمصدرة كده هنوصل حداشر باتناشر اهو الاول اهي وبعد كده لنقطة خمسة اللي هي كانت نقطة التقاء حردة الرقبة الخلفية مع الكتف الجديد تمام كده يبقى في الحالة دي انا وصلت او عملت خط جديد لخط النص الكم ممتد مع خط الكتف بتاع الكورساج مباشرة يعني لو تاخدوا بالكو هنا معايا اهو اهي دي الكورساج ده بالمنظر ده فيه لما اجي يتنفذ هلاقي ده كده كله على بعضه خط واحد مستقيم هيبقى فيه هنا خط خياطة ممكن يبقى فيه خط خياطة على حسب الموديل او ممكن ما يكونش فيه تمام بس يعني فيه اغلب الاحيان خصوصا لو كان في شغل مصنع بيبقى فيه عملية توفير اه شوية للتكلفة فبيبقى فيه هنا خط فاصل بيبقى خط خياطة لكن هنا بالنسبة لي احنا عدلنا خط الكتف مع خط الفاصل بين الامام وشدناه مرة اه واحدة احنا هنا ارتفعنا الكتف بس شوية ارتفعنا بالكتف الاساسي بتاع الكورساج شوية بحيس ان انا لما يجي ارفع دراعي لاعلى كده مايرفعش معايا المنتج نفسه خلاص يبقى مريح شوية ونازل معايا مرتاح تمام ملقاش المنتج بتاعي اترافع من هنا او من عند خط الجنب وقصر فده السبب اللي بيخليني ارتفع المقدار واحد ونص سنتي ده بيكون راحة في اللبس والحركة تمام كده كده يبقى احنا اعملنا خط الرأس الكوم والخط الفاصل بين الامام والخلف وخط الكتف الجديد وعملنا الشكل الجديد بالانحناء الموجودة في خط خياطة نهاية الكوم مع الجنب تمام طيب اجي بعد كده محتاج الوينه علشان ابين كده شكل الخلف بتاعي هيكون ازاي يعني الشكل النهائي بتاعه هيكون ازاي بصوا كده احنا هنلونه باللون بتاعنا اللي احنا عارفينه اهو بالمنظر ده اللي هو الخاص بلون الخلف الازرق المفروض بس احنا علشان نوضحه بس اكتر اهو الخطوط المستقيمة نعملها مستقيمة زي ما هي بالمسطرة الخطوط المنحنية نعملها بادينا او لو مش بنعرف نثبتها شوية في حاجة اللي هي المساطر المنحنية او الفرنش كيرف تمام اهو مصوا كده احنا ده الشكل هيكون الشكل النهائي بتاعنا لو حبيت انا وسعه شوية كده براحتي ما فيش مشكلة خالص هنا طبعا بيكون فيه سنة دوران اهو طبعا احنا فيه الامتحان بتاعنا مش بنلون بالطريقة دي احنا بتبقى خطوطنا خفيفة جدا يعني بيبقى الشكل الورقة لطيف احنا هنا بنزود اللون شوية عشان يبقى ظاهر قدام حضراتكم تمام هيطلع معايا بالمنظر ده ممكن نعملها من ورقة تبقى اوضح تبقى لحضراتكم علشان بس الخطوط هنا كتير اهي بالمنظر ده احنا بنعيد على الخطوط الخارجية فقط اللي هي هتبين لي شكل المنتج بتاعي هو ايه دي الخط المنحني على قد ما بقدر بخليه اه ما يدينيش شكل ان فيه نقطة اه حصل فيها نقطة انكسار كلها على بعضها الانحنا بيديني شكل بالمنظر ده بيبقى شكل مريح للعين يبقى ده كده بالنسبالي الخلف صحي كده اللي هو الباج بتاعي ده بالنسبالي هيبقى خط نصف الخلف طبعا على حسب الموديل بتاعي بيكون متني او مفتوح ده طبعا خط نهاية المنتج وده هنا خط كتف الخلف والخط نصف الكوم صحي كده طبعا احنا عارفين ان اتجاه النسيج بتاعنا بيكون موازي لخط النص اهو بالمنظر ده نازم يكون موازي لخط النص تمام انا مليش دعوة بقى بشكل خط الكتفي ده اه ميل ازاي اصبت عليه لا خالص احنا استبات عندنا هو الخط الاساسي اللي هو الخط العمودي الطولي اللي هو خط نصف الخلف وهو ده اللي بيكون بالنسبة لما يجي حط على القماش الخط الفاصل بين الامام والخلف طيب لو جينا بعد كده انا محتاج اعمل الكرساج بتاع الامام هل فيه خطوات بتكون مختلفة لا هي بتكون نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الخلف هي اللي بنشتغلها في الامام تمام يعني زي ما احنا عملنا اخدنا الكرساج بتاع الخلف وصرفنا بنسة الكتف في خطي نهاية المنتج بتاعي احنا كنا شنا الجزئية المسافة اللي احنا شناها مقدار واحد سنتي من الكتف هسبته وهجيب الكوم وسبته عند راس الكوم ونفس النظام الزيادات اللي احنا زودناها هي هي اللي زودناها في الخلف هنزودها في الامام سريعا كده نشتغلها مع بعض علشان لو فيه حد نقطة وقت منه ولا حاجة اهو نبدأ مع بعض كده في الرسم بتاعنا اهو هنجيب البريت وادي كرساج الامام بعد ما عملنا اه صرفنا البنسة وبعد ما شلنا اه مقدار الواحد سنتي من اعلى يعني انا ما جبتش حاجة جديدة انا هو الكرساج اللي انا اخدت منه مقدار النص اه مقدار الواحد سنتي هو هو اللي انا شغال عليه اهو الطريقة دي نفس الخطوات اللي اشتغلناها للأمام للخلف هي هي الخطوات اللي هنشتغلها للأمام ايه دي نقطة صفر زي ما احنا وايه دي برضو هتبقى نقطة واحد حبيت اغير الارقام مفيش مشكلة تمام ده بالنسبة للنقطة الجديدة اللي هي في نهاية الكتف بتاع الامام مع حردة الابت ادي نقطة اربعة برضو اهي تمام و ادي نقطة خمسة اهو نفس المسميات اللي احنا عملناها هي هي نفس المسميات حبيت اغيرها حبيت اخليها مقدار اه يعني واحد شرطة او اتنين شرطة او الكلام ده برحتنا خالص تمام احنا قلنا في بطرون الخلف ان احنا اتحركنا من نقطة واحد جهة اليمين مقدار التلاتة ونصف صمتي بتاعنا اهو احولهم بس لمقياس الرأس وهسميها نقطة اتنين وهطلع منها خط عمود الاعلى يتقاطع مع نقطة صفر اهو وهسميها هنا نقطة تلاتة نفس النظام هجيب الكم اللي انا كنا قصينا منه كنا راحنا خط النص الجديد بتاعه اهو هتلاقوا حتى مقدار الامام قليل عن الطبيعي بتاعنا هسبته عند نقطة اربعة بالطريقة دي المرة دي بقى هيلف لان انا محتاج ان خط النص يعني مش هينفع حطه كده مش هينفع حطه بالطريقة دي هنا خط النص ده لازم يكون ممتد مع خط الكتف يعني نقطة رأس الكم اللي هنا تتلاقى مع نقطة اربعة اللي هي نهاية الكتف الجديد اهو نفس النظام ده وها برضو هجيب البريت بتاعي والزقها بحيث ان هي تتقاطع معايا وتلامس الخط واحد اتنين هنتقل بس عليها عشان تبقى واضحة معانا اهو ده النقطة الاساسية اهي وهنا اهو سمينا النقطة دي نقطة تمانية وكنا مسميين النقطة اللي هنا اللي هي عند القط النص كنا مسميينها نقطة اتناشر نفس نفس الارقام اهو علشان انا ما اطلق بطش تمام اي نقطة الجديدة اللي تلامست هنا دي سميناها ستة تمام قلنا هننزل من نقطة صفر الى اسفل كانت تلت المسافة دي ونقصنا منها نص سنتي اهو نصناها ونقصنا منها اهو والنقطة دي سميتها سبعة وقلنا هنوصل سبعة بتمانية اهو بالطريقة دي بعد كده قال لي من سبعة لتسعة هتسوي نفس المسافة من سبعة لعشرة اللي احنا قلنا ساعتها ستة سنتي وقلنا هنحولها لمقياس الرسم اهو نزلت ستة سنتي من قياس الرسم سميتها هنا نقطة تسعة وسميتها على الخط الجديد لخط خياطة الكم اه سميتها نقطة عشرة وقلنا هنوصل تسعة بعشرة باستدارة خفيفة وعرفنا ليه تمام قلنا بعد كده الخطوة اللي بعديها هطلع من نقطة اربعة لأعلى مقدار واحد ونص سنتي وقلنا برضو عشان يكون سهل في الحركة اه بتاعة المنتج لما اجي قلبسه وهسميها نقطة حداشر وبعد كده هعمل خط جديد لخط نص الكتف اه سوري لخط نصف الكم مع الكتف هوصل اتناشر باحداشر بخمسة اهو وبعد كده اهي النقطة اهي كده بالنسبة لي هيكون الامام خلص على نفس خطوات اه الخلف هنبدأ نلوم برضو عشان يظهر معي الشكل العام اهو اهو بالطريقة دي هنا اهو برضو في خط الخياطة بتاع الكم اللي هيبقى ممتد معايا لخط خياطة اه الجنب الخاص بالكورساج او الخط الفاصل بين الامام والخلف اهو بالطريقة دي وهبدأ هنا ده خط نهاية المنتج بتاعي وعندي هنا دوران خفيف كده بعمله بادي او بالفرنش كيرف اللي هي مصدرة المنحنيات اهو بالطريقة دي هاجي اسهله اوضح الرسمة بتاعتي شوية معلش احنا ممكن نعملها ورقة ونضغط عليها من ورط بنلنا اكتر على الخطوط الخارجية ده خط نهاية الكم وده خط الكتف الجديد مع خط نصف الكم اهو في نفس النظام ده ادي حردة الرقبة الامامية وادي خط نصف الامام خلاص وهنا خط الجنب بتاع الكورساج وهنا خط حياكة الكم اللي هو الخط السفلي اللي بيبقى مرتبط بخياطة الجنب اهو ونعمل الانحناء بتاعتنا وادي خط نهاية المنتج او الكورساج بتاعي ده الشكل وطبعا هنقول ان ده الامام اللي هو الفرونت بتاعنا خلاص اه طبعا ده خط هنا ده خط مظبوط انا سمعاكم بتقوله طبعا خط نصف الامام سواء بقى متني او مفتوح على حسب الموديل بتاعي خط نهاية المنتج وده خط كتف الامام زائد خط نصف الكم الجديد طبعا صحي كده واتفقنا ان انا الاتجاه النسيج بتاعي للقطعة دي لازم يكون موازي لخط النص اهو بالطريقة دي ما نساش بياناتي دي ابدا واتفقنا ان تكون البيانات جوه البترون خلاص كده يبقى احنا اشتغلنا مع بعض الكم الكيمونو او بنسميه المسمى التاني مظبوط انا سمعاكم بتقولوا معايا اهو اللي هو الكم الجابونيز مظبوط ده الشكل اللي احنا كنا اشتغلناه مع بعض اللي هو الاساسي خالص انا جايبها لكم دي على ورقة يكون لونها بس مختلف تبقى ظاهرة معانا بالشكل ده هو اللي احنا لما حددناها من الخلف بالطريقة دي وده اللي اشتغلناه مع بعض النهاردة البترون الاساسي اهو للامام بنفس الخطوات اللي احنا اه مشينا عليها وقادي ده كان البترون الخاص بالخلف كده يبقى احنا خلصنا مع بعض خطوات رسم الكم اه الكمونو اللي هو مقتبس من الملابس اليابانية وشوفنا ليه ممكن يقدر يعمل لي موديلات مختلفة ان شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي مع اه كم اه جديد وهو الكم الرجلان اه ان شاء الله برضو هيبقى سهل لان فيه خطوات كتيرة مشتركة ما بينه وما بين الكم الكمونو واللي احنا قلنا هيبقى شكله بيبقى واخد جزء من قصة الكرساج نفسها طيب نشوف كده مع بعض اه الكم الرجلان بيبقى عامل ازاي او شكله ازاي بصوا معي بالمنظر ده هو بيكون بالشكل ده يعني شايفين حضراتكم اه القصة اللي موجودة عندي اه بدقة من الرقبة ومكملة معايا لحردة الابط مع الكم لو تاخدوا بالكوا هتلاقوا كل ده قطعة قماشة واحدة مختلفة عن قماشة الكرساج نفسه او التشيرت نفسه او هتبقى واضحة برضو في الجنب اللي على الشمال اكتر شايفين هنا القصة مع الكم كلها قماشة واحدة غير الكرساج هنا مفيش حردة ابط مفيش خط خياطة معنا كده ان الكم متصل بالقصة اللي موجودة في الكرساج اللي اتنين مع بعض اه متصلين ببعض من قماشة واحدة غير قماشة الكرساج تمام ده موديلة تاني برضو واضح بقماشة سادة وقماشة منقوشة شايفين الكم مع جزء من الكرساج اللي هي القصة اللي موجودة في الكرساج كلها قطعة واحدة مفيش هنا خط خياطة مفيش حردة ابط دي قطعة واحدة من قماشة غير اللي موجودة الاساسية بقية الكرساج اتعمل بقماشة اخرى طيب برضو هنا ده شكل تاني يعني احنا شفنا اشكال لي لو كان ممكن البسه في ملابس صهرة او صوريء لو ضفنا جزء منها بيكون من خمات لمعة او خلافه وشفنا ان هو ممكن يكون في ملابس كاجول تيشيرتات برضو عندي موديلة تاني من قماشة منسوجة قماشة عادية خالص وقماشة مرتبطة بقماشة شيفون اقدر اعمل موديلات متنوع هي الفكرة ان احنا عايزين نوصل ان من خلال البطرون اللي انا عارفه ممكن اعمل تنوع كتير في الموديلات اللي انا بلبسها وخلي غيري يلبسه وبقى شاطر في المهنة بتاعتي او الحرفة بتاعتي فده موديل تاني موجود معنا اهو من خامة الشيفون مع خامة اخرى بليسي البليسي طبعا اللي هي قصرات متتالية فعملنا ماتشنج بين الاتنين او ربط بين الاتنين خلينا برضو الكوم مع القصة اللي موجودة في الامام او الجزئية من الكرساج من خامة وخامة البلوزة تانية اه خامة اخرى طيب نكمل مع بعض كده ونشوف اه مع بعض الموديل بتاعنا عامل ازاي اهو اه ده الكرساج اهو لو تاخدوا بالكو فيه كسرات متتالية معامولة اه بي البليسي اه نظام البليسي وادي الاماشة الكم من اماشة شيفون مع جزء من الكرساج شايفين الخط ده هو ده خط الخياطة هو ده اللي بيفصلي الكم بقصة الكرساج مع باقي الكرساج ده اللي احنا عايزين نوصله نشوف بقى مع بعض كده اه خطوات الرسم بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي بيقولي اول حاجة برضو احنا لازم نعد او نجهز كرساج الامام وصرف بنسة الصدر الاساسية المراضي هنصرفها في خط الجم وهتبقى معايا بالطريقة دي عشان اقدر اقفل طبعا بنسة الصدر طيب نجيب كده الاجزاء بتاعتنا اللي هي اللي احنا شفينها اصلا اهو اهو دي الاجزاء معانا اهو شفينا مع بعض الكرساج الخاص بي الامام وشفينا اه الكم وبرضو شفين الجزئية الخاصة بي اه كرساج الخلف هنبدأ نجهزهم ونقصهم مع بعض كده سريعا ان هو هيطلب مني برضو ان احنا نجهز كرساج الامام وكرساج الخلف وكرساج الكم اهو هم موجودين عندي احنا شفناهم من الرسمة الاساسية ده الكم التركيب الاساسي خالص اللي احنا رسمنا بطرونه وقلنا عليه بيعتمد باقي نوعيات الاكمام فاحنا كنا رسمينه وعارفين خطواته في حلقتنا اللي فاتت وآآ بنشفه منه بيبقى جاهز معي اهو بالطريقة دي ده كده الامام آآ سوري ده كده الكم وهنبدأ في الامام اهو اخبعا احنا عارفين ان احنا ما بنقصش آآ المسافة بتاعة البنسة لان احنا آآ بنصرفها في مكان تاني وزي ما شفته آآ في الكم بتاعنا دلوقتي آآ محتاجين علشان خاطر نرسمه يكون بنسة الصدر آآ آآ غيرنا مكان تصرفها وهنصرفها في خط الجامل اهو ادي برضو كرساج الامام وادي كرساج الخلف ناخد بالنا من الخطوط ان احنا نمشي عليها مزبوط عشان تطلع ابعاد البطرون بتاعتي مزبوطة وادي كده كرساج الخلف موجود معي هو قال لي هنبدأ بكرساج الامام وهنصرف بنسة الصدر دي في خط الجامل اهو هنجيب حددنا نقطة طبعا عند خط الجامل وهوصل ما بينها زي ما احنا عارفين في خطوات تصريف البنسات اللي احنا اشتغلناها مع بعض قبل كده وهو ده اللي هنقص عليه عشان تنتقل البنسة من مكان لمكان اخر اهو نحد رأس البنسة وهقف تمام هاجئتني زي ما احنا عارفين في تصريفات البنسة الخط اللي ناحية حردة الابت هو ده اللي باتني عليه اهو احنا كده مراجعة آآ سريعة لتصريف البنسة واحنا شغالين اهو هحط الضلع ده على الضلع الاولاني هحطه بالزبط كده تمام واشيل الزيادة اللي موجودة عندي في خط الكتف طبعا هعملها ببرت ايه علشان خاطر ما تتحركش معايا كتير تمام كده بقيت موجودة عندي بالمنزر ده طيب الخطوة اللي بعديها ايه بقى تعالوا كده نشوف مع بعض الخطوة اللي بعديها ايه بيقولي بيعد النموذج الارساسي للكرساش تمام احنا قعدناه برضو اهو مع بعض جهزناه تمام طيب وبعدين بيقولي في الكرساش بيتم تنقيص مقدار واحد سنتي من خط كتف الامام واضافته لكتف الخلف يعني نفس الفكرة اللي عملناها في اه الكم الكمولو هنعملها في اه الكم الرجلان نشوف كده اهو ايه دي المسافة اللي انا نزلتها في كتف الامام هشيلها وهضفها في كتف الخلف هشيلها واضفها في كتف الخلف مش هارميها طيب تعالوا كده ننفذ الكلام ده مع بعض احنا طبعا على الرسمة بتاعتي هنزل مقدار الواحد سنتي بمقياس الرسمة بتاعي اه هي بالمقياس الطبيعي واحد سنتي بمقياس الرسمة بتاعنا طبعا لما بنقسم على ربعا انتوا عارفين تمام اهو وهقص عليها بالطريقة دي تمام اللي انا قصيته هو ده اللي اضيفه كتف الخلف ماشي هضيفه هين مش هارميها نفس الحركة اللي عملناها في الكم اللي فات اهو هضيفه ده تمام خلاص هنقف لحد كده الاسف لان وقت حلقتنا اه خلص وكده يبقى احنا اه يعني افتقدوا الاكمام نوعات الاكمام اللي احنا اشتغلناها وبدأنا في اه نوعيات جديدة من الاكمام وكان منها الكم كيمونو وشوفنا الشكل النهائي بتاعه وهيطلع معي ازاي بخطواته وكل تفاصيله وبدأنا مع بعض بنوعية اه كم اه جديد وهو كان الكم الرجلان اللي احنا عرفنا ان هو الشكل بتاعه بيبقى فيه قصة اه من الكورساج بدأنا خطوات بسيطة شفينا او جهزنا مع بعض اه الامام والخلف والكم اه وابتدينا نتحرك مقدار الواحد سمتي من كتف الامام لاسفل وهنضيفه لكتف الخلف ارجو ان انتو اه تجهزوا الاجزاء دي او الخطوات دي لحد ما نتقابل ان شاء الله مع بعض في حلقتنا اللي جاية ارجو الاستفادة من حلقتنا وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة